اشتركوا في القناة جرأة جدا في طرح الموضوع المكاشفة كنا نحتاجها من زمان على موضوع أزمة منتصف العمر يمكن المسلسلات والمسرحيات أظهرتها بشكل كوميدي لدرجة أن بعض الناس يشعرون أن هناك نوع من الخزي أو نوع من الأحراج أن أنا وصلت حق هذه المرحلة أو أني أنا حاليا أعيش هذه المرحلة السؤال الأهم أن ما هو مفهوم أزمة منتصف العمر أو ما هي مفهوم الأزمة إذا نحن ناخذها اصطلاحا هو شعور في الضيق أو هو هذا شعور في الضيق يعني يغير مجرى الحياة أما أنه يكون لشكل إيجابي أو لشكل سلبي يعني ممكن يكون لها أثار إيجابية يعني مو بس سلبية أزمة منتصف العمر بالضبط وفيه شغلة ثانية مهمة ما هي منتصف العمر ما هي المرحلة العمرية التي تبتدأ فيها منتصف العمر الكثير من الدراسات اختلفت في بعض الدراسات قالت أنها هي من عمر الأربعين إلى عمر الخمس وخمس وفيه بعض الدراسات قالت لا من عمر الستة وثلاثين أو الخمس وثلاثين إلى عمر الستينات إذا نحن نمشي على هذه أو نمشي على هذه فهي ليس مشكلتنا أن في أي مرحلة عمرية كثر ما أنها ما هي الأعراض التي تظهر وحضرت اشتطرقتي لسؤال بالنسبة لدكتور محمد الحداد كنت أسمعه اللي هو هل الحياة التي نعيشها والتكنولوجيا والتواصل وكل هالأمور هل هي أثرت أنا من وجهة نظري شخصية نعم أثرت ممكن أن تقلص العمر يمكن مو بس من ستة وثلاثين ممكن أقل من شذي أنا تجيني كثير من الاستشارات ناس يعني في بداية الثلاثينات وفي منتصف الثلاثينات وفي نهاية الثلاثينات كلهم وصلوا تقريبا حق مشكلة أزمة منتصف العمر وهم مو عارفين شنو قاعدين يمرون فيه شونو تخايمينها دكتوري شونو تعرفين هذا الشخص يعاني من هذه الأزمة منتصف العمر الندم على الزواج الندم على الحياة التي يعيشها أنا أتكلم الحين بالنسبة حق الرجال وحق النساء الندم أنه أنا ما كملت دراستي يعني هو دائما يكون شعور بين الماضي وبين الحاضر الخوف من الحاضر أنه أنا وين رايح في المستقبل هل أنا رح يمدينيني أنا أحقق اللي ما حققته رح يداهمني الوقت وما رح أقدر أوصل هل في المعطيات النجوم اللي أنا كنت أمتلكها هل هي قاعدة قل وما رح توصلني والشي الثاني البكاء على الماضي أن أنا راح من عمري كثير وما سويت قراراتي كانت خاطئة اختياراتي كانت خاطئة أحيانا البعض يعتقد أن اختيارة لشركة الحياة خاطئ مرحلة الإنجاب ممكن في البعض ينظر أن أنا تحملت المسؤولية في عمر مبكر أو في أني أنا تأخرت أن أنا وصلت لعمر كبير وأنا عيالي لا زالوا مثلا أطفال صغار فمتى بلحق عليهم متى أنا راح أقدم لهم النصح المشورة أكون يعني يكبرون معايا فنرجع حق نقطة وايد بعيدة اللي هي التشوهات الفكرية اللي غرسها الوعي الجمعي عندنا حطوا مثل دستور العمر هذا عمر زواج وعمر انخلص الدراسة عمر لازم يكون في مرحلة الإنجاب عمر أني أنا أتقاعد عمر أني أنا يكون هذه التقسيمات اللي انحطت تسبب ضغط نفسي كبير على الإنسان أنه حاس أنه صراع مع الزمن هل أنا راح ألحق أني أنا أخلص كل هذا ولا أنا ما راح أخذ هالأشياء هذه أو ما أقدر أوصل لها فبالتالي أنا أكون إنسان ناقص أو ما وصلت حق الصورة الكمالية اللي المجتمع هو اللي فرضها ولو نرجع حق أسباب أن ليش الشخص يشعر في أزمة منتصف العمر ممكن تكون الاختيارات الخطأ هي اللي وصلت حق هذا الشعور دكتورة دعونا نركز على المرأة بشكل خاص كيف أقدر أتصرف معها؟ في حال أنها كانت تتواجه هذه الأزمة منتصف العمر بالنسبة حق الأهل كيف يتصرفون معها؟ كيف تتصرف مع نفسها في هذه الحالة؟ الاستبصار بالمشكلة 50% من علاجها لازم يكون في ثقافة أن أنا أتعلم شنو المراحل العمرية أو المراحل الحياتية اللي أنا رح أمر فيها نفس ما أنا عندي مرحلة الطفولة وعندي مرحلة المراهقة وعندي مرحلة الشباب لازم أتعلم هذه المراحل اللي أنا رح أمر فيها شن هي سيكولوجيتها شنو أنا الأشياء الفيزيولوجية اللي رح حس فيها لما أتعلم هذا كله رح يصير في عندي نوع من التقبل لأي مرحلة أنا أنصلها يعني ما أعتقد الحين صار هاجس بالنسبة للنساء مثلا التغيير في الشكل لأنه في صرعة عالم التجميل اللي احنا الحين نعيشه أصبح سهل جدا أنها تسيطر على هذه الجزئية أكثر شيء يمكن يهددها أو يخوفها اللي هو موضوع الزواج هل أنا وصلت حق عمر ممكن بعدها خلاص أفقد فرصتي في الزواج أو فرصتي في الإنجاب عن صح القول فهذا أكثر شيء ممكن يهدد المرأة وأعتقد أن هذا يهددها من باب الوعي الجمعي مو ضروري أن كل النساء يتزوجون ولا ضروري أن كل مرأة تكون أم لو وصلنا حق هذا النوع من الفكر وهذا النوع من التقبل أعتقد أننا رح نرضى ونقبل في أي شيء رح نوصله تعديل أفكارنا هو الأساس يعني لا نقارن حياتي في حياة أختي حياتي في حياة صديقتي حياتي في حياة المشهورة التي تسبب أكبر ضغط نفسي على المجتمع خصوصا أن نرى بعض المشاهير في عمر صغير وصلوا وحققوا تقريبا خلاص حققوا كل الإنجازات التي الإنسان يعيش سنوات طويلة يمكن له ستين ما يقدر يحقق نصها أو ربوعها فهذا بحد ذاته ممكن يسبب عامل ضغط نفسي كبير على الإنسان لازم نتقبل لازم نتعلم فكرة أن أنا أدرس مرحلتي والمرحلة التي أنا مقبلة عليها لازم الوعي الجمعي كلها يتغير ويبتدي يستوعب أن المراحل اللي كانوا يعيشون فيها جداتنا ما عادت نفس المراحل اللي حاليا يعني قبل يمكن الأربعين سنة جدة كبيرة وتكون يعني ظاهرة عليها مظاهر الشيخوخة اللي هي حطت نفسها فيها ولا تنسين المرحلة هذه كانت الحياة الصعبة وكانت فيها نوع من الشقاء وما كان في اعتماد على العاملات في المنزل أو في وسائل ممكن أن تساعد المرأة فحاليا أنا أعتقد أن المرأة صارت تتباهى في عمرها أكثر خصوصا إذا كان عندها أبناء كبار وهي لا زالت في عمر الثلاثينات أو الأربعينات صار في نوع من التصالح مع النفس المجتمع جزء منه أتوقع قام يقبل فكرة محافظة المرأة على جمالها على شكلها على أطلالتها على ممارسة الرياضة ما عاد شيء مثير للجدل أو أنه شفيها قامت تتصابه صار نوع من اللايف ستايل بعض الناس تقبله وبعض الناس لا زالت متحجرة بأفكارها طيب دكتورة تعتقدين أن أزمة متصف الأمر يعني بالنسبة حق النساء أكبر عددهم من الرجال يعني خاصة في هذه الأزمة متصف الأمر أنا أعتقد أن الرجل والمرأة يعانون من نفس شيء يعني أنه ليس المرأة تعاني أكثر رجل أكثر لأن حتى الرجل إذا كان عنده مزايا وكان عنده منصب اجتماعي أو منصب مهني عالي وابتدأ يقل هذا الشيء أو تنزل مكانته أو تقل يعني احتياج الناس له في منصبه فهو يبتدي يشعر في نوع من الأحباط ونوع من الاكتئاب ونوع من الضيقة أن أنا ما عدت شخص مؤثر في المجتمع نفس ما كنت بالنسبة للمرأة ممكن الجانب اللي تكلمنا عنه في البداية اللي هو سباق الزواج والإنجاب هو أكثر شيء يهددها لأن الشكل خلاص يعني صار وايد سهل أنها تحافظ على جمالها طيب نصيح حابة توجينها للمرأة بشكل خاص يعني بالنسبة لهذا الموضوع عشلون يعني تحاول أنها لا تدخل في هذه الأزمة أزمة متصف الأمر وفي حال إذا كانت تعاني من هذه الأزمة شون تتصرف نصيح حابة أن تتوجينها نصيحتي لكل أمرأة أنها تستبصر أولا في هذه المشكلة المكاشفة بهذه المشكلة ولازم تعرف تماما شين المراحل اللي هي راح تمر فيها سواء كانت نفسية أو كانت من ناحية الشكل أو من ناحية عضوية الشيء الثالث وهو الأهم التقبل لازم إحنا نتقبل مو ضروري أن أنا أكون مساوية حق غيري في نجاحاته لازم أتعلم أكتفي وأتقبل اللي أنا وصلت له التحدي يكون مع نفسي مو التحدي مع الآخرين هذا شيء وايد راح يصوحها نفسيا ورح يخليها تتقبل مرحلتها كل شكر لك العضوة في فريق التوعية والإرشاد الأسري في المجلس الأعلى للأسرة الدكتورة مونة لعنزي على وجودك معنا اليوم الشكر لكم ويعطيك العافية السلام شكرا لك مشاهدينا في مراحل العمر المختلفة يعيش الواحد حالات متعددة يعني تختلف من واحد للثاني تتفاوت فيها الأثار على الفرد ويمكن تتشبه أحيانا بوصف عام لها مثل الندم مثل عدم الرضا والفرقات تكون بالتفاصيل نفسها ومع أزمة منتصف العمر قد تختلف وصوف الأفراد لهذه المرحلة وتختلف تجاربهم الشخصية اللي تقود لأعراض تشبه أعراضها لكن مو معنى أن الكل يعاني منها بالطريقة اللي نقدر نسميها أزمة ممكن تكون مجرد حالة شعورية مرتبطة بظرف معين تقرير ونكمل حلقتنا